انا بروح للزمالك وامبارح انا اشتت مجلس ادارة من دي الزمالك وقلت ان ادارة الزمالك خلصت مشاكل كتير جدا وفكت ارصدت النادي اتعاملت اتفاقية مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية وجدولة المستحقات على نادي الزمالك وحلت مشاكل كبيرة حلت مشاكل في اتجاهات كتير الفرق الرياضية اتحاد الدولي وفك القيد مشاكل بالكوم مجلس ادارة الزمالك قدر يخلصها ويحلها في وقت قياسي لو رجعنا كده بالزمن هنلاقي ان مجلس الادارة ده نجح من ثلاث شهور او ثلاث شهور ونص يعني من حوالي مئة يوم مجلس ادارة نادي الزمالك نجح في الانتخابات وفي وقت قياسي خلص مشكلات مزمنة في نادي الزمالك مشكلات مزمنة فبحي تاني مجلس ادارة نادي الزمالك ناس المحترمة الكابتن حسين لابيب رئيس النادي ومجلس الادارة ان الناس بتجتهد وبحيي رجال اعمال الزمال كوية اللي بيسندوا المجلس وبيسندوا النادي ان هم بيحلوا مشاكل مزمنة ومتراقمة على نادي الزمالك بعد الاتحاد الدولي وحاجات فبرافو عيلين خلي بالكم ناس هتقول لك فيه اخطاء ماشي ما لازم يكون فيه اخطاء وفي نادي من غير اخطاء هو فيه خلاص احنا خلي بالكم عايشين في عصر السرعة هتلاقي فيه اخطاء وحتلاقي فيه ناس حاجات بتعدي عليها وحتلاقي فيه مشاكل فيش حتة ما فيهاش مشاكل لكن الاجمالي كنتيجة لمجلس او كفعل او كانتاج لمجلس ادارة نادي الزمالك في زمن قياسي ثلاث شهور ونص يعملوا اللي عملوه ده انا مكنش مسدق انا كنت دايما اقول ايه صعب عايزين وقت شوية طب حيلحقوا يدفعوا الفوز دي كلها طب حيحلوا المشاكل دي كلها مشاكل بالكم لا كمان مجلس ادارة الزمالك جاب صفقات جمدة يعني ان شايف صفقات جمدة انا عجبني بعض الصفقات بقول ان هي صفقات قوية على رقصهم عبدالله السعيد اللي احنا من شهر لو تفتكروا انا اقللكوا عبدالله السعيد حيجي الزمالك وكمان مش من شهر ده انا اقللكوا من السنة اللي فاتت ان الزمالك عايز يجيبه عبدالله السعيد بس خلصت النهاردة واتفقوا مع بيرامدز وخلصت النهاردة انا شايف ان التلاتة اللي هم في نص الملعب رغم الناس بتقول كتير تلاتة يجوا في مركز واحد عبدالله السعيد ناصر ماهر احمد حمدي تلات صفقات بالعيار التقيل تلات صفقات بالعيار التقيل الناس هيقولك ايه ده ده بيلعبوا في مكان واحد يا عم كريم بس هي الفرقة الكبيرة كده الفرقة اللي بتلعب على الطولة كده هتلاقي في نفس المركز اتنين وتلاتة جامدين اللي بيلعب واللي بينزل واللي قاد على الدكة هي الفرقة الكبيرة كده لازم يكون الكوالاتي عندها كده وخلي بالكو احمد حمدي عبدالله السعيد بيلعب عشرة وممكن يلعب مركز 8 ناصر مهر بيلعب 10 وبيلعب 8 أحمد حمدي بيلعب 10 وبيلعب 8 يعني ممكن تلاقي عبدالله الصعيد وناصر مهر في الملع خلي بالكو يوسف أوباما بيلعب برضو في مركز عبدالله الصعيد بس بستايل مختلف عبدالله الصعيد صنع ألعاب لعب بلايميكر أوباما لعب شوية بيلعب كمهاجم وعنده القدرات والقوة والسرعة والكلام ده عبدالله كورته مختلفة فأنا بقول صفقات من العيارة التقيل في صفقات يعني مش عايزة أقول أسماء مش عجباني مش عجباني أو مش quality نادي الزمالك وفي صفقات غالية جدا يعني حقول لكم دلوقتي بس عشان ما كونش إيه حد يزعل مننا يعني بس حقول لكم في حاجات مبالغ فيها في الفلوس يعني في زياد كمال لعب نادي أمبي اللي انتقل الزمالك إعارة سنتين ونص مقابل 30 مليون جنيه كتير قوي يعني زياد كمال لعب كويس ولعيب مميز ولعيب صغير في السن بس لسه ما عملش حاجة عشان يبقى سعره 30 مليون جنيه في ثلاث سنين أو في ثلاثين ونص كتير قوي يعني مش عارف ليه زياد العيب جامد جدا أنا مش قصدي حاجة بس مبالغ فيه الفلوس يعني قال لك الزمالك جايب زياد كمال لعب أمبي إعارة بنية الشراء إعارة ثلاثين ونص بنية الشراء الفلوس هتدفع على ثلاثة إقصاد دلوقتي الزمالك هيتفع على قصة الأول خمسة مليون جنيه الإمبي والقصة التاني أكيد هيكون السنة الجاية خمستاشر مليون جنيه إعارة والقصة التالت عشرة مليون جنيه يعني المبلغ كله على بعضه في سنتين ونص تلاثين مليون جنيه إعارة بنية الشراء أو بنية البيع ده غير فلوس الولد مع الزمالك غير فلوس زياد مع الزمالك دي حاجة مش هيتكلم فيه إن ما فيش مشكلة الزمالك لكن الزياد كمال لعب كويس لعب مستقبل لكن الرقم كبير الرقم كبير الإعارة بتاعته إنه هو يتفع ثلاثين مليون جنيه في ثلاثين ونص مش عارف أنا شايفه كتير يعني بما يعادل اثناشر ونص مليون في السنة بما يعادل اثناشر ونص مليون في السنة أو أكتر شوية 13 مليون في السنة 13 و300 في السنة لو جينا أقل أكتر من سنتين ونص مش ثلاث سنين كمان سنتين ونص فرقم كبير أنا شايفهه مبالغ فيه جداً الرقم ده مش عارف هو الزياد لعب كويس عشان محدش يفهمني يقول لك أنا أيها كريم بيقول لا زياد لعب كويس جد بس رقم كبير وزياد يعني لسه اسمه مش كبير في الدور المصري فمش عارف ده رقم كبير أنا بقول لكم شوفوا من شوية بقول ايه أنا عجبني وفي صفقات جمدة وفي أسماء بس في حاجات أنا مش عجباني بنتقدها إن هي سعر مبالغ فيه وخلي بالكم نادي أمبي شطار الأستاذ أيمان الشريعي رئيس النادي شاطر بيعرف يجيب فلوس كويس بيعرف يبيع كويس عمل زي المهندس فرج عامر فلادي سمح يعني خليني أقول لكم بس الأسماء كلها اللي جات لنادي الزمالك وهعلق على بعض الأسماء الزمالك برضو عنده مشكلة في الانتقالات دي إنه هو جاي بلعيبة كتير في نفس المركز غير عبدالله الصعيد وغير ناصر مهر وغير أحمد حمدي دول تلاتة جمدين جدا يعني سيف فاروق جعفر محترامي سيف أنا كنت بدعمه بسنده السنة اللي فاتت لما كان في الزمالك وبقول ابن كابت فاروق جعفر وابن النادي سيف بيلعف نفس الأماكن بتاعت عبدالله الصعيد وناصر مهر وغير أحمد حمدي وسيف السنة اللي فاتت ماشي من نادي الزمالك برغبته وراح نادي بيرامز فيرجع تاني نادي الزمالك وأنا المكان ده جبت فيه تلات لعبة تقال زي عبدالله الصعيد وناصر مهر وغير أحمد حمدي يعني مش عارف طبعا عبدالله الصعيد سيف فاروق جعفر محمد شحاته لعيب نص ملعب برضو في نادي الزمالك من طلاع الجيش يعارة برضو خلي بالك محمد شحاته يعارة أحمد حمدي اللاعب الفلسطيني ياسر حمد دفع منتخب فلسطين وبيلعب في نادي اسمه نورس إيست يونيتد في الهند مهابي ياسر لعب الداخلية برضو بيلعب خلي بالك في نفس مركز عبدالله الصعيد الحتة اللي هي نص الملعب المهاجم محمد عاطف جناح بق بيلعب تحت الفراودة وجناح لعيب كويس زياد كمال برضو لعيب نص ملعب الأوغاندي ترافز متيابة